الخبر الأول اللي عدنا عن وسام تيكيت وش وقت رح يرجع لي اليوتيوب طبعا هو فريقه فوسام نزع على حسابة باللينستجرام هذو الستوري اللي كان كاتب بي أصدقائي أنا آسف كثير أنه بهذه الفترة مدى نزل مقاطع على قناتي ولكنه سبب عدة الظروف دي مر بيها الفريق واللي منهم حالة وفاة واللي هي صار عند مريانا وفاة أبوها الله يرحمه هذا يشكر المتابعين على اهتمامهم ورسائله فالله يفرجع عليهم وطبعا اكيد يا حبايب وكاتب أنه بكرة الساعة بالأربعة رح تنزل مقطع هي هواية تنرفزت من عنده خليكم جاهزين إليه أما اليوتيوبار الثاني اللي عدنا فهو أحمد أبو الرب فأحمد نزع على حسابة باللينستجرام شوية ستوريات فذي الستوريات كان يحمس بيها المتابعين أنه بسنة 2021 رح تكون سنة كلش قوية إليه ويتحدى بيها أنه يصير واحد من أفضل اليوتيوبار بهذه السنة يضع فقال أنه هناك هواية مفاجأة قادمة رح تحطوكم هذه الستوريات عن مو تشوفوات ستوريات والله مجاهزي لكم أشياء بس يعني أنا شهر واحد بس بدي أحضر إلى سنة كاملة أنا سنة هاي سنتي بدي أصير من أكبر اليوتيبرز العرب فعشانيك عم بحضر شهر واحد أشياء عرفتوا كيف بس أنتو بس ترقضوا الخبر الثالث اللي عدنا عنده هجم متابعين وسامة مروه وغيث مروان على بيسان اسماعيل مثل ما تعرفون إنه مقاطع وسامة مروه وغيث مروان جيش بيسان تهجم عليهم كلام بالإنجليز ومكتب عليه بيسان اسماعيل وردوا عليهم حاليا المتابعين وسامة تهجموا بي على بيسان اسماعيل لكن بيسان حذت كل التهجم وضافاً الدخل على المقطع وتنزل بيها التعليق رح شوفون إنه بيسان راد تقريباً على كل التعليق وحاطت لهم خلوق وتقريباً هذا أول مرة تسوي بيسان اسماعيل وفاكتمونا يا حبابي لكم التاشتراكوا بهذا الخبر وهي تستعق التهجوم اللي تعرضت لأولا وش رأيكم حركة بيسان اسماعيل عن متوقف هذا الهجوم اللي تعرضت لأ قبر الرابع اللي عدنا عن فضيحة السريعة على بيسان اسماعيل ويا متابعيها ومحاولتهم من حذف قناتي من اليوتيوب طبعاً ما يعرف شو اللي صار رح شروح لكم الموضوع بالكامل وطبعاً الموضوع حقيقي مليار بالمية كل ما عليكم اللي تركزون وياي بيسان اسماعيل ويا متابعيهم عندهم جروب بالإنستغرام اسمها الشاق بيسو وما هذا الجروب بي هو يعضع ولي من ضمنهم بيسان اسماعيل ومن ضمنهم واحد من المتابعيني أما عن شو اللي صار فشايفين هذا الحساب يا حبايب هذا الحساب هو أدمن مالي جروب هذا الحساب ننزل على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي طبعاً أول شي اللي وتلاحظون إنه هو نازل من 37 دقيقة يعني كانت الساعة بالوحدة بالليل اللي كانت بيها مرسلة وياي بيسان اسماعيل بيسان اسماعيل كانت كاتبت لها هاي كيفك وطبعاً كلام هذا الفانز أكيد مية بالمية لأن أساساً بيسان اسماعيل شخصياً متابعة هذي الرسالة يدي يعني مثلاً ما رح تنزل الستوري تقول إنه بيسان رسلتني وبيسان أشوف الستوري يعني لأن أساساً بيسان متابعتها يعني مثل ما قلت لكم أما بعد هشو اللي صار فبعد ما بيسان كتبت لهاذي اللي بنية ونزلت الستوري باسباطة عشر دقيقة بس صارت ننشر هذه الرسالة وهذه الرسالة كان مكتوب بيها إنه من باتر رح يبدون الحرب على قناة مملكة القصص وإنه رح يبدون أبلاغات من الساعة وحد الظهر إلى الساعة بالخمسة على موضي يحذفون القناة وبعده صار يسبون قناة مملكة القصص طبعاً لا تخافوني يا حبايب الله ويانا وأكيد رح يصار الحق فالله يوفقهم وإن شاء الله يقررون اللي يساوه ولكن واضح إنه هو تحريض من بيسان طبعاً بيسان نفسه ما تقرر تكتب هذا الشي وللو كتبتها طبعاً تتخالف فاكتبونا بالكومنتات شو رأيكم بالخبر خبر الخامس اللي عدنا عن بيسان إسماعيل وأنس الشايب ونومهم ويبعض فصخر نزع على سبب الإنستجرام هذه الحقيقة لما نزل هذا الستوري اللي كانت بيسان إسماعيل نايمة وأنس الشايبهم نايم ولكن مثل ما تلاحظون كان لازمين إيد بعض يعني نايمين لازمين إيد بعض فهوين متابعين صاروا يقولون لهم إنه عيب هالحركة يعني بصلاً هم موم الزوجين والخطيبين ونوكو هاي متابعين أطفال يتابعوهم وهم نايمين ويبعضوا لازمين يتبعو فما دري الصراحة كتبوني أحبب بيكم متاشركوا بهذا الخبر الخبر السادس اللي عدى عن نور مار وكشف الحقيقة فريق فنور مار نزع على سبب الإنستجرام شوية ستوريات يحشين بها قصص عن فريق محمد مار وأنور مار لحطكم ياه شوفوها أحكيكم قصة أصيرة حزينة عن أخي محمد مول يوتيوب من هذا الشهر كتير زفت فمن يومين نزل فيديو هو المول إذا شفتوه هو اشترى للكل وكلفه كتير خيرات الله فهو نزله لودي نزله على أساس أنه يجيه بصاري يشترى ولما أجو خسر آخر شهرات ممكن تعرفوه عن أنور يا جماعة أنه برحة جد كدنا بيركين بالسيارة جد ما متفقين ولا شي فجأة خلصت لهم رجل تبعيتي قبله فهذا كان شعور كتير غريب وغلط يعني هو لازم كان يخلص انتناع لابن أخلص وحدي وبس مع السلامة